نجل الآن بالنسبة لي نتذكر قواعد الإشتقاء أخذنا نحن القاعدة الأولى اللي هي من مشتقة العدد الثابت يعني صاد تساوي ألف حيث ألف عدد ثابت معنى دار صاد عدد سين يساوي سفر القاعدة الثانية أنت تذكر صاد تساوي ألف سين هو نون كنا مشتقة عدد صاد عدد سين تساوي نون في ألف في السين هو نون ماقص واحد في عنا طبعا هذه القاعدة الثانية ممكن يقسموها لقاعدتين إني كانت مكسومات لقاعدتين بس أنا حطيت القاعدة واحدة أفضل من التعاون المرة نطلع الألف قرر مرة حين في عندي منقى قواعد تبعات الافتقال اللي هي مشتقة أو تفاضل ما تسمينا في السلامة مشتقة ضرب دالة إذن تذكرين في الأسئلة اللي حلناها في الأول أو القواعد الأول كان هنا بعض الأسئلة مثلا تكون بالشكل التالي أنه يكون عندي معادلة فيها تربيع أو معادلة فيها قوس تربية أو منطلع مضروبات في بعض ما كنا نقدر نشتقين ثلة نحول إحنا حين نتعلم قاعدة القاعدة منقول إيمانة لو كان عندي صاد تسابق قافل السين يعني قافل السين ضرب هال السين منسمي هذا الأول وهذا منسميه الثاني طبعا نجل نشتقها إذا ندال صاد على دال سين يعني المشتقة هذول المشتقة إيش؟ أكترانين مضروبات في بعض إذن إجاز زائد تن بكون مشتقة الأول في الثاني زائد المشتقة الثاني في الأول أو ممكن نحكي مشتقة الثاني في الأول زائد المشتقة الأول في الثاني نفس الأمر ما لدينا مشكلة إذا أنا بقول قاف فتحة للسين إحنا قلنا فتحة هي السين ضرب يعني الأول هذا معنى الأول أو خلينا نكتوبها كمان شوية في هال السين زائد مشتقة الثاني هال فتحة للسين ضرب الأول وهو قاف للسين كان هنا أول شيء نفسر القاعدة وبعدين نعطي مثال عليها مشان تشوف ترطوها مع الأمثل اللي أخذناها في الأقر الأول تفاضل الأول ضرب الثاني أو ممكن نعكس ما لدينا مشكلة زائد تفاضل الثاني ضرب الأول لعنى بشتق الأول وبضربه في الثاني بعدين زائد بشتق الثاني وبضربه في الأول أو العكس ما لدينا مشكلة يعني ليس لعنى ممكن تصابي أكثر من صيغة من مدرس لمدرس من كده إلى أنه فيها تبديلي يعني إحنا نقدر نعمل أنه نقول مثلا تفاضل الثاني في الأول زائد تفاضل الأول في الثاني بصير ما لدينا مشكلة بس بهم الترتيب أنه يكون مشتقة واحد مع الثاني والثاني مع المشتقة الأول فإحنا هنا هذا الصيغة نشتق فيها اقترانيا مضروبات في بعض نأخذ اقترانيا مضروبات في بعض يعني مثلا صار إذا نريد أن تذكرين مثلا كان عندي واحد زائد سين تربيع فيه خمسة سين نعم بس ثلاث نفترض هذه المسألة إحنا السؤال هذا طلب من إدال صار عدال سين يساوي كم هذا السؤال عبارة عن اقترانيا مضروبات في بعض يعني هذا الإقتران الأول وهذا الإقتران الثالث يعني هذا يسميه الأول وهذا يسميه الثالث حين العمر التالي في عندي طريقتين إذا أنتم تذكرين إحنا خلنا في الأول إذا أنا ممكن أفكم بعدها نشتق أو ممكن نتعامل معها بالقاعدة إنه القاعدة طبعا هذاك اللي هو نضربهم في بعض وبعدها نفكر وبعدها نشتق لكن هذا أعطيته أنا في الفيديوهات الأولانية يعني في الفيديو اللي يجابه كان موجود هذا الموقع فإيضا أنا بأجي لدال صار عدالة سين ترسال قلنا مشتقة الأول الأول هاي الأول أنا عندي هذا القاوس الأول هو مشتقة الواحد سفر زي مشتقة سين تربيع قلنا هي اثنين سين هاي وحط قاوس في الثاني الثاني زي ما كون ظنقوا بدون اشتقام هاي الطريقة الثانية للمهجة زائد مشتقة الثاني قاوس الثاني مشتقته هاذا هيش خمسة؟ نعم خمسة سين تعودنا على القواعد ناقص ثلاث ثلاث مهين سفر في الأول شو الأول؟ واحد زائد سين تربيع إذا عملنا عملية المشتقة من مشتقة الأول في الثاني زي ما هو زائد مشتقة الثاني في الأول زي ما هو منيجي هانا منحاول نفك هذا الأقواس مشان نبسطه انا أول عاخره لازم نفك الأقواس السفر منا جدخل فيه اثنين سين نضربها بتصير عشرة سين تربيع اثنين سين فات اللي هي سالب ستة سين بعدها نيجي هان زائد خمسة زائد خمسة سين تربيع قلنا الحدود المتشالهة عندي هذا الحد وهذا الحد متشالهات اذا يسال خمسة وعشرة عندي خمسة عشرة سين تربيع ناقص ستة سين زائد خمسة هذا الأمر بالنسبة لمشتقة الثانيين وضربات في الثاني نيجي الحيني لقاعدة ايش؟ في قاعدة بتقول انه مشتقة او تفاضل مشتقة قسمة اقترانيين يعني او مشتقة تفاضل او تفاضل عفوا تفاضل قسمة او خارج قسمة دالتي يعني صاد تساقر في عندي بسط قافل السين وفي عندي هذا السين مقام هذا بنسميه بسط وهذا بنسميه مقام كل الاسئلة اللي فيها بسط ومقام ممكن نستغلها هذا القاعدة اذا ما عرفناش نبسطها بالموضة الاول في احنا بداعة القاعدة نقول القاعدة انه دال صاد على دال سين هذا القاعدة ايام اولا البسط نعمل عصار كسر الكسر مربع المقام اذا ها للسين بس بنقص زي ما هو بالرق مشتقة البسط البسط طاف فتح للسين دال نقاف فتحة او دال فتحة نفس المعنى فيه المقام منها الوقت فيها للسين نعمس مشتقة المقام المقام منها انها فتح للسين تنتبه للسالب فيه البسط الوقع في للسين يعني قدر اقول تفاضل مربع المقام تفاضل البسط ضرب المقام نعمس تفاضل البقام ضرب البسط هذا بالرموز انا الرموز اللي حتيته هذا السين الثالث السين السلك من الرموز الموجودة في الكتاب لان هذي راح تحركتها بين راو راو مش راح تفاهمه هكثر انتفاهم بلنا مطالة مطالة راح تحتاجه في الثالث ثانوه كمان اذا تفاضل البسط في المقام ناقص تفاضل المقام في البسط على مربع المقام او تربيع المقام ناخد مثالها شعني ايش نتبه الفكر ننعقي افتران مثلا صاد نعقي بسط ومقام اجي انا عندي مثلا سين زائد اثنين حانا خمسة سين ناقص واحد قال لي انا دال صاد انا دال سين يساوكا البسط عندي نتبه في المقام نعقل من المقام نتبه في البسط هذا كله بسط وهذا مقام نتبه نقول دال صاد دال سين تساوكا نضع هذا الخط مربع المقام نبدأ منعلم مربع المقام يعني خمسة سين ناقص واحد الكل تربيعها مشتقة البسط. مشتقة البسط ثن زائد اثنين. اثنين سفر. والهادي واحد اذا واحد. فيه? المقام زين اوه. خمسة ثن ناقص واحد. ناقص. مشتقة المقام. لاحظوا المقام الحين يدخلوا منها. خمسة ثن ناقص واحد. مشتقته خمسة. فيه البسط اللي هو ثن زائد ادي. الآن احنا نسوينا المشتقة. ان مربع المقام حدنا. اشتقينا البسط وضربناه في المقام. بعدين ناقص. تنتبه هنا فيه حالة سالمة. يعني هذا بفرق على ضربة الترانين انه. هناك فيدي موجب. هناك فيدي سالمة. انه انه كان السؤال فيه حالة شيئ. طبع. الان احنا اشتقينا. تضار صادع دارسين. قلنا مشتقة البسط في المقام ناقص. مشتقة المقام في البسط على المقام ترميل. فبنيجي نبسط على المقام. المقام بقى في داعي نعمل فيه أي شيء نخليه زي ما هو نيجي أنا بنفك بولا الأطواس بصير 5 سين بنفك بصير ناقص واحد فك على ناقص 5 سين تنضرب بصير عندي سالم 5 في 12 لاحظوا 5 سين مع 5 سين بجوع إذن سالم 18 على 5 سين ناقص واحد لكل ترجمة